أعلنت الهيئة العامة للطيراء المدني والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث رفع تعليق سفر المواطنين الحاصلين على جرعات اللقاح الكاملة والجرعات الداعمة حسب البروتوكول الوطني لجرعات الداعمة إلى الدول التي منع السفر إليها وهي كينيا، تنزانيا، أثيوبيا، نيجيريا، جمهورية الكونغو، جمهورية جنوب أفريقيا، بوتسوانا، اسواتيني، لسوتا، موزنبيق، نميبيا وزمبابوي وذلك اعتبارا من يوم الأحد الموافق السادس من فبراير الجاري وحددت السلطات بالدولة الفئات المسموح لها بالسفر لهذه الدول وهي أولا، المواطنون المحصنون الذين تلقوا جرعات لقاح كوفيد-19 الكاملة إضافة إلى الجرعات الداعمة ثانيا، المواطنون غير المطاعمين من الفئات المستثنى طبيا من أخذ اللقاح إضافة إلى الحالات الإنسانية وحالات العلاج